خلينا نتكلم كاتلا عن مباراة الأمس سأبتدي بحياتها كبيرة لأنها عندي حاجات كتير جدا أنا برضو هاخد رأيك في رأيك في المدرب الجديد للنادي الأهلي نوعية المحترفين لأنها دي نقطة مدايانة جدا بالنسبة للأندية بشكل عام وبالأخص للأندية الكبيرة فهاخد رأيك في كذا حاجة لكن خلينا نتكلم بمباراة الزمالك بالأمس رأيك في الجو العام وشكل المباراة بغض النظر عن النتيجة نتيجة خلينا نتكلم فيها الأول يعني كزمالك وكنا نتمنى أن الزمالك يكسب أكيد لكن فيه مكاسب كتير التنظيم شايفوك أنا الروعة جماهيرنا الروعة إذ كان اللي بو أو اللي بره العلاقة الحلوة بين البلدين بنت في الملعب قوي أنت بتلعب مع فرقة جاهزة من فترة من شهر وفرقة استهلكت وبعدين خدوا راح عشر تيام واتمرون تمرتين أو تلاتة ورحوا لعبهم مباراة هي صعبة تقيلة ففيه فرق في الفنيات مش في الأداء إن مهما الهلال مبارح يا روعة استحوز هو في الآخر لعب ضربات جزات ترجحية صحيح أنت شايفو نجاح لنات الزمالك جدا أنت توصل للضربات الترجحية ما شوف أسخيب لك يعني برضو الناس تكلموا على أو جامعين الزمالك دي مثلا كان فيه مباراة بكلا كاس سوبر برضو الزمالك كسبها الأهل كسب الهلال في السياس العالم بس كان الدور شغال وما فيش راحة والمسافة بين التلاتين تمانية لغاية تسعة تسعة وليلة عشر تيام فالراجل واهم يعني استهلم كده من الخيال أنه يدي اللعبة الآخر ماتش عشان خدت دوري عشر تيام أجهزة تمام العشر تيام دولا هل كانوا هما تحت نظر الجهاز الفني ولا سلبي فهتفرق قط سلبي دي خلاص بقى هما يبتدوا فات التعداد جديدة جديدة فكل اللي اللعبوا بالطريقة دي التسعين ديقة ويتغلب ويتعادل وصار في النظر مين ضيع يعني حيقول مثلا عواد نجم المباراة آه لأن عندك في الفنيات الدفاعين بتوعز مالك والهلال ما كانوش على ما يرام بعض اللعيبة ما كانش مستوها لإجابة من أجهزة وانت لعيبه عارف تمام الدمج بين الجديد إذا كان الواردي أو نضاي ما بانش قوي ومش عايز الناس تحكم بسرعة على الاتنين اللعيبة لأنه ما لعبوش زكريا الواردي أصلا نزل في دي 9 ساعة 7 داية أو 8 داية لكن النضاي ممكن هو وهو عنده بان عنده حاجة يعني عنده سرعة عنده ترئيس بس لسه التوذيب بتاعنا مش عارف يعني مونج رايت ولا مونج ليفت ده على إبراهيم النضاي آه عشان هو لعبه شوية قوي هنا ومعين رادي عين الواردي أو مدافع يمكن الناس تخضط في شكل صغير قوي لكن هو ممكن يكون خفيف في اللقب يعني في الوزن صحيح مع أنت كان عندك أما نحفن قبل كده وعندك أشرف من شارع نفسه وخفيف آه في الريجان السياسي كان كده لكن الحكم عليهم بدر قوي أنا حكم بقى في البطول الأفريقية اللي جاء دي موتشين تلاتة إن شاء الله لعبه أساسية لأن فريرا ما بلعبش ما بيجيبش حد يلعبه على طول هو عنده الأدوات اللي هي لعب بيها في الدوري وتحسب له لأن حتى اللعيبة للصغير الناشئين أول مرة يلعبه في 78 ألف متفرج معمليتش خطة المنظر كان رائع لكن أنا أقدر أقولك أول مرة تغييرات بتاعت فريرا ما تجيبش النتيجة خالص للظروف اللي إمكان إحنا كلنا متفين طبعا هسألك سؤال كده كانت في بداعش أن برضو إن حدد الموقف خبيش أقول العادي لا 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 عادي الهلال أفضل ولا الزمالك هو الأفضل يعني أنا الأقوى إمبارح ولا قبل كده عمتا لا عمتا عمتا زي ما أنت قلت و أنا سمعتك في القيمة الشرائية الهلال أكبر أو أحسن أو أفضل أنت على أساس إيه هتدي عذر الزمالك أنت ما تقول لي مثلا ده إحنا كده عملنا أحسن حاجة يبقى إحنا بنده القوة لنادي الهلال ما نقول القوة في الهلال فين استحواز أنا شخصين ما فدنيش النتيجة إيه النتيجة التعادل ثم دربة ترجية تمام نقدر نقول أن الأجانب اللي موجودين في الهلال في الملعب عندهم شخصية ويمكن ده من التجانس اللي جي من مطشين في الدوري أو بداية فتة إعداد أو معسكر ما جاش للزمالك وجي لأتنين الأجانب اللي إحنا شفناهم مع النتيجة الناس يعني مش قلقانة يعني مستنين وإنت عندك نقص كان حازم وعمر السعيد مجوش أو خارج القايمة حازم خلاص خلاص فعندك نقص حادة دي وعمر خلاص أنا بقول مش عقول إعجاز يعني لأ الزمالكة يعني مفروض يكسب في وضعه الطبيعي لو اتمرم من بدري أو ما خدش أجازة لأن حتى أنت نشفت البداية مبارحة فاروق البداية ضعيفة لأن اللعيبة مش ما عندهاش الباور اللي قد يلعب به زي ما كان بلعب في الدوري إن هو مش فاي بسي مباراة حلوة برضو كابتال شاف الملعب عاملت زي وكامية العاملت زي لا عشوف إحنا لسه شوية وماكسب ماتش زي ده مش فكرة الفلوس لـ 500 ألف دولار الزيادة هي فكرة إن انت بتكسب برضو لا هي بطولة هي بطولة وعلى فكرة العيبة مبارح شاكلها زعلان بعد المباراة كنت أتمنى تأخذ البطولة دي لأن خدتها قبل كده لكن أنا بقولك الظروف اللي محيطة بالنادي الزمالك مش أفضل من هلال هل الأفضل الهلال أقوى وأفضل لا أقوى فيه كفريق مش في النتائج كفريق 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 وعنده عدد من المحترفين واتمنى إن الاحتراف في مصر يبقى مفتوح مش محدد بالخمسة أو أرباح بس فينا سؤالك كابتن لا ما تزودش عدد المحترفين عندك خمسة إحنا بممشي حسب العامة أو أوروبا عمرك شفت متحدد اثنين أو ثلاثة مفتوحة في كل حد يعني هنا أصينا إحنا لديك وعد تمانية والدرجة التانية سبعة وبعدين يجو لك أصينا في مصر مش هنعمل المنتخب يعني ما عندناش منتخب لا عندك لعيبة في فترة كبيرة